أيام وليلة وهيبتدي الحدث الكروي والرياضي الأكبر على مستوى الكرة الأرضية وهو كاس العالم اللي بيقام كل أربع سنوات بس المرض يتأخر عن معاده زي ما حضراتكم عارفين بسبب جائحة الكورونا ومليئين من الناس حول العالم بتستعد للحدث ده وكل واحد بيستعد للموضوع بطريقته الخاصة حتى لو الدولة بتاعته مش مشاركة في البطولة بس الموضوع مش مجرد ان هو متع ورياضة وترفيه فقط لا الموضوع ليه بعد وتأثير اقتصادي كمان خاصة على الدول المنظمة نهارده هنعرف تأثير كاس العالم عشرين اتنين وعشرين على قطر ومش قطر بس لا كمان ده على الدول والاقتصادات الخليجي المجاورة لها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حالة اجدام الحلقات المصرفية كاس العالم هيبقاله تأثير اقتصادي على المدى القصير والمتوسط والبعيد سواء على الدولة المنظمة اللي هي قطر او على اقتصادات الخليجي المجاورة لها هنتهي طبعا بالدولة المنظمة اللي هي قطر ونشوف على كافة المستويات التأثير وهنتدي بالمدى القصير المدى القصير هيبقاله تأثيرات ايجابية وتأثيرات سلبية التأثيرات الإجابية هتبقى عبارة عن إن هيبقى فيه زيادة كبيرة في الصادرات السلعية عن طريق وصول عدد كبير جدا من السياح هيبقى تقريبا ضعف العدد اللي كان ما قبل جائحة كورونا وأعلى من المستوى اللي كان موجود في الربع الأخير من عام 2019 ومقدر إن يوصل عدد من السياح حوالي ما بين 1 و 2 من 10 و 1 من 7 من 10 مليون سائح في الفترة بتاعة الربع الأخير من عام 2022 لحضور فعاليات كاس العام ده هيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك المحلي وهيبقى أقوى طبعا نتيجة حضور الفعاليات دي وفي نفس الوقت هيبقى فيه زيادة في الإنفاق الحكومي عن طريق زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والأمن في الدوحة والمدن المجاورة لها نفس التأثيرات الإيجابية دي هي هي اللي هتؤدي إلى التأثيرات السلبية لإنت الاستهلاك العالي اللي هيحصل في خلال فعاليات البطولة ده هيؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الربع الأخير من عشرين اتنين وعشرين ويوصل لخمسة وستة من عشرة في المئة وده أعلى من المتوسط اللي موجود في الفترة من الفين واثناشر لالفين وتسعتاشر اللي سجل دايما في الربع الأخير واحد وستة من عشرة في المئة التأثير السلبي التاني اللي هيحصل إنته دلوقتي الأعداد اللي هتبقى موجودة زيادة في قطر عن نتيجة طبعا لحضور فعاليات كاس العالم ده هيؤدي إلى زيادة في استهلاك الكهرباء وتسعين في المئة من الكهرباء اللي قطر بتولدها عن طريق الغاز الطبيعي فده هيؤدي إلى أن الكمية اللي هتبقى متاحة من الغاز المسائل للتصدير هتقل مع الأخذ في الاعتبار كل النقاط اللي احنا تكلمنا عنها ده برضو في الآخر هيؤدي إلى النمو في النتج المحلي سواء على مستوى الربع الأخير من عام عشرين وعشرين وعشرين أو على العام عشرين وعشرين وعشرين بالكاد الربع الأخير هيؤدي إلى ارتفاع في معدلات النمو الخمسة وتلاتة من عشرة في المية بعد ما كان المتوسط في الفترة من الفين واثناشر لالفين وتسعة عشر في حدود التلاتة في المية. بالنسبة العام عشرين اتنين وعشرين متوقع ان النمو يبقى في حدود خمسة وتلاتة من عشرة في المية بعد ما كان واحد ونصف في المية في عام عشرين واحد وعشرين. كده احنا اتكلمنا على المدى القصير. طيب على المدى المتوسط ايه المتوقع للاقتصاد القطري? انه بعد ما كان متوقع ان ان المو هو نتج المحلي في عام 2023 يبقى في حدود واحد وتسعة من عشر في المية لا ارتفع الاثنين وتمانية من عشر في المية ده نتيجة العاملين اساسيين العامل الاول ان هو متوقع ان عدد السياح في عام 2023 يوصل لتلاتة مليون سايح يعني الاعداد اعلى حتى من عام 2022 مع وجود كاس العلم العامل التاني هو موجة صفقات الغاز اللي حصلت في الشهور الاخيرة اللي هتؤدي الى زيادة في الاستثمارات في الغاز الطبيعي نجي بقى للمدى البعيد واهمية كاس العلم بالنسبة للقطر كاس العلم بالنسبة للقطر هو جزء من الفوزل في رؤية عشرين تلاتين واللي هيساعد على تحقيق تلاتة اهداف اساسية في الرؤية دي اول حاجة هي المكانة الدولية وده هيتم عن طريق تطوير الشركات الاقتصادية الدولية تاني حاجة عن زيادة محفظة الاستثمارات الدولية وثالث نقطة هو التوسط في المنازعات الدولية تاني هدف في الرؤية دي هو التنمية المستدامة وده هيتم عن طريق جذب السياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وادارة الموارد المالية وآخر هدف في الرؤية هو التنمية البشرية وده هيتم عن طريق الحفاظ على الدعم والعائل الاجتماعية تاني حاجة هو تحقيق مستوى معيشة مرتفع للمواطنين آخر نقطة هو تطوير نظام التعليم وزيادة القوى العاملة وتنمية مهارات العنصر الاساسي لتحقيق الرؤية دي هو ان يحصل توازن ما بين العناصر دي كلها وده اللي الحكومة القطرية قادرة تقوم بيه بشكل جيد لحد دلوقتي وفي نفس الوقت العنصر الاساسي او الهدف الاساسي لحكومة القطرية في خلال الفترة القادمة هو تحقيق واتيرة نمو على النحو الكافي بس مش هيبقى نفس الواتيرة النمو اللي حصلت في خلال العشر سنوات السابقة وكانت فاتش السولوشنس التتوقع ان واتيرة النمو في الفترة ما بين عام 20-24 وعام 20-31 انها تبقى في حدود الاثنين ونصف في المائة وده كده اقل من واتيرة النمو اللي حصلت في الفترة ما بين عام 2010 و2019 اللي سجلت 3.6% لأن قمة التوسع الاقتصادي هتبقى في الفترة ما بين عام عشرين خمسة وعشرين وعشرين ستة وعشرين وده مرتبط بالنمو في حقل الغاز الشمالي ومع الأداية الجاية لقطاع الغاز بس القطاع الغير نفتي الأداية بتاعه هيتأخافت وغير ملموس أو محسوس في الفترة القادمة بس الورق ده ممكن يتغير إذا تم صدور قوانين جديدة وتم الانفتاح على الاستثمار وتحسين النظام البيروقراطي نبتدي باني الكلام على التأثير الإيجابي لكاس العالم على باقي دول الخليج على المدى القصير والمدى البعيد على المدى القصير هيدي دفع قوية جدا لقطاع السياحة طبعا نظرا للسعر السعبية بتاعة قطر والخطوط الجوية القطرية عملت اتفاعيات مع الخطوط الجوية في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي عمان علشان تسهيل نقل المشجعين وده زي ما اتفقنا هيؤدي إلى دفع قوية في قطاع السياحة في منطقة الخليج وخاصة الإمارات اللي عندها قطاع السياحة متطور ويقدر يستوعب تدفقات السياحة والطيران ما بين الإمارات وقطر هيبقى خمس أضعاف الأوقات العادية وهيحصل تعافي ويرجع السياحة في البلدين لمستويات ما قبل جائحة كروة بالنسبة للسعودية وعمان هيستفيدوا برضو من تدفقات السياحة بس مستوى أقل النظر لأن قطاع السياحة عندهم أصل ومحلدين وكالة فتش بيتوقعوا تدفقات السياحة في السعودية وعمان بأكثر من 150% وده هيدي دفع قوية جدا للسياحة وهيساعدهم في جود تطوير القطاع لتنميع مصادر الدخل أقل الدولة هتستفيد في الموضوع ده هي الكويت نظرا لأن مش في اهتمامهم في الوقت الحالي تطوير قطاع السياحة وعدد الرحلات وتدفقات السياحة منها هيبقى أقل من باقي دول الخليج ينتهي بقى نتكلم على التأثير على المدى البعيد والاستفادة اللي هتبقى بعد كاس العالم وتأثيرها هيفضل مستمر أول حاجة أنه هيلفت أندار العالم لمنطقة الخليج كوجهة سياحية تاني حاجة هيساود التأثير السياسي والثقافي لدول الخليج السعودية وعمان أكثر دولتين هيستفيدوا بعد كاس العالم لأن هم بيشتغلوا على تطوير قطاع السياحة في جهود تنميع مصادر الدخل قطاع السياحة عندهم نسبيا صغير ولسه فيه مساحة أنه هو ينمو في المستقبل فكاس العالم فرصة جيدة جدا أنه هو هيلفت أندار العالميهم وهيضعم على خريطة السياحة العالمي نيجي لآخر نقطة والربح الأكبر على المدى البعيد في الموضوع ده كله وهيتبقى السعودية اللي التسعى لإستضافة الأكسبو وكاس العالم عشرين ثلاثين فنجاح كاس العالم في قطر السنة دي هيدي دفع قوية للاستجابة والموافقة على طلب السعودية للاستضافة ده ببساطة التأثير الاقتصادي لكاس العالم قطر عشرين اثنين وعشرين على الدولة المنظمة واقتصادات دول الخليج المجاورة لها وانتظر في تعليقات حضركم تقولي انت هتستعد لكاس العالم ازاي ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يارب بكون قد ارتفتكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكوا إشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبت ادوز لايك وعمل شير عشان ناس تقدر تستفيد ولو ما عجبت اكش دوز لايك وقالي السبب في التعليقات يهمين ان انا عرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد ادرجة اشتركوا في القناة